تعالوا النهاردة نعمل كحك العيد الدايب دايب بمعنى الكلمة يعني حاجة كده بتحطيها ببقك بالدوب وهقولك على كل المنحوظات اللي تطلع معاكي الكحك ناعم زي ما انت بتتمني وزي ما بتشتريه من برة واجمل وانضف وافر طبعا بصوا ما شاء الله الكحك ناعم جدا جدا هو ده اللي بجد يتقال عليه الكحك الناعم وكمان هنستخدم فيه مكون هيخليه خفيف على المعدة وما يدرش وما يتعبش حد زي ما بيحصل معانا بعد الفطار وبناكل الكحك وبنتعب ان شاء الله مش هيحصل معانا كل الحاجات دي وكمان هنعمل الكحك المنقوش والنقشة دي مش هتروح وهيبقى شكله تحفة 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 وحاجة بجد ولا ارواع جلا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ازاي الكحك الجميل دوت وبجد هتعتمدي الطريقة ديت بعد كده ومش هتغيريها ابدا عايز اقول لكم بس قبل ما نبدأ في الطريقة لو انت اول مرة تشوفوني انا دعاء الجيلاني ودي قناتي وقناتكم مطبخ دعاء الجيلاني لو عجبتكم القناة ياريت تعملوا لي اشتراك وتفعالوا الجرس على علامة الكل علشان يوصلكم اشعار بكل الوصفات الجديدة اول باول ولو عجبكم الفيديو حط لايك هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم وانا هشتغل على كيلو دقيق بدأ منخول ولازم تتأكدي ان الدقيق يكون مكتوب عليه متعدد الاستخدامات ما ينفعش تستخدمي الدقيق بتاع المغبوزات في الكحك والبسكوت ومعايا هنا هو 600 جرام من السمنة موزنين يا جماعة سمنة مش زبدة ولو انت عندك زبدة بس لازم تخليها تغلي على النار لغاية ما تطير منها كل السوائل وبعدين تستخدميها تمام؟ وهنهوت في الطبق ده معايا معلقتين من السكر البودر ومعلقة كبيرة من خميرة سوري من ريحة الكحك بتجاب من عمض العطار ومعلقتين سمسم السمسم حسب الرغبة يعني عايزة تزويدي تقليلي براحتك ومعايا كسبك البودر هاخب منه معلقة هتشوفو هنحط قد ايه وطبعا زرة الملح المفروض ما ننسهاش ومعايا هنا هوت بقى المكون اللي انا قلت لكم هيخلي كحك معاك يا خفيف على المعدة ومش هيتعب ولا هيعمل اي حاجة هتحسوا ان انتوا هتاكلوا اكبر كمية من الكحك ومش هيتعبنا خالص هنبدأ كده على طول هنجيب الدقيقة بتاعنا وهندوب عليه او هنقلب عليه الحاجات اللي في الطبق اللي هي ايه ريحة الكحك والسكر البودر والمعلقة اللي بتاعت البكن بودر ايه تاني والسمسم طبعا زي ما قلت لك السمسم عايزة تزاودي تقليلي براحتك وهنا هنحط 100 جرام من السمنة ديه بمخلوطة بلدي على نباتي عايزة تستخدمي نباتي بس عايزة تستخدمي بلدي بس براحتك او تخلطيها زي ما انا عاملة كده شوية نباتي وشوية بلدي علشان نوصل يعني لاجمل طعم هقلب بقى السمنة اللي هي زي ما انتم شفتوا بدرجة حرارة الغرفة ولا هي سخنة ولا هي سقعة بدرجة حرارة الغرفة هحاول ان انا اخلطها مع الدقيق وطبعا في الوقت ده لازم نبس الدقيق دوت كويس جدا بالسمنة بس هنا بصوا البولة اللي هي مكان السمنة هفضي فيها كوباية الزبادي وبالمضرب كده او بالشوكة هفتفت كوباية الزبادي دي بحيس ان هي تبقى كريمي خالص ما يبقاش فيها يعني اي حاجة مسكة ببعضها ونركنها كده على جانب وبعدين نمسك الدقيق بتاعنا بالسمنة بريحة الكحكب بالبكينبودر بالسكر والسمسم نبسهم نبسهم بقى كويس جدا مش اقل من 10 دقايق طبعا لو عندك عجان هتحطي الخليط ده كله في العجان وتسيبيه يشتغل كده مع نفسه 10 دقايق لغاية ما يتبس كويس جدا ويبقى معاكي ناعم خالص وتحس ان هو مش محتاج اي سوائل او اي حاجة وبيبقى سهل التشكيل وشكله ان هو ايه بيكون جاهز اوريكم شكله بعد ما هنبس فيه مش اقل من 10 دقايق بتمسكي بين كفين ايدكي كده وبتفضلي تبس فيه بتدخلي حبات الدقايق كلها في السمنة ودي خطوة مهمة جدا جدا لنجاح الكحك وبيخلي الكحك معاكي ناعم وجميل جدا هي دي اهم خطوة في عميل الكحك اللي هي البس ده بصوا العجينة بعد ما تبس تبس لسه ما حطينا لهاش سوائل او اي حاجة طبعا احنا مش هنستخدم سوائل انا اقصد الزبادي اه وهي بتحس ان هي خلاص تتشكل دلوقتي بقى هحط كبات الزبادي اللي معايا طبعا هنزل بقى كل الحاجات اللي في البولة دي وهبدأ اني اعجن لعجينة بتاعتي مش عجين عجين يعني لأ هندخل الزبادي مع بقية الخليط بالشكل ده بعد ما هدخل الزبادي خالص العجينة بتاعتي هتتحول لشكل عجينة حلوة جدا وملمسها جميل جدا شوفوها تشوفوا معايا شكلها الكحك ده جماعة بيبقى خفيف جدا على المعدة وزي ما قلتلكم بتكلي منه يعني اكبر كمية ما بيتعبش طبعا احنا طالعين من شهر السيوم ولما بنيجي ناكل الكحك معدتنا كلنا بتتعبنا فبإذن الله الكحك ده لما هتكليه مش هيتعبك وهتعتمدي بإذن الله الطريقة دي لانه بجد تحفة جدا وبيبقى ناعم كده ودايب ويقدر يعد معاكي لحد تلات شهور من غير ما يحصل له اي حاجة ولا طعمه يغير ولا يحصل اي حاجة بصي بتتأكدي زي ان العجينة بتاعتك مش محتاجة معلقتين زبادي تاني او حاجة بتمسكي حبتة بين كف اديكي وبتبرميها كده هوت وبعدين بتضغطي عليها لو شققت معاكي بتبقى محتاجة معلقتين مثلا تاني من الزبادي لو طلعت معاكي حلوة ومش مشققة زي ما انت شفتي كده فخلاص بتبتكلي على الله وتجيبي الصواني او الصاجات اللي هتشتغلي فيها وبتمسكي حتة بنفس الحجم اللي انت محتاجاه كبيرة بقى صغيرة ده براحتك وابتبدأي ان انت تشكلي عندك خطامة زي دي تشكلي بيها عندك الطبعات اللي هي البلاستيك دي شكلي بيها عندك المنقاش البلدي بتاعنا طبعا ما نستغناش عنه شكلي بيه الموجود عندك وفرحي ولاديك كده وخليهوا نشتغلوا معاكي اجمل حاجة في تسوية الكحكة يا جماعة هي الصواني الالامونيا يعني بصي ولا تقولي لجيرانيت ولا اي حاجة هي اجمل حاجة في تسوية الكحكة او اي حاجة عموما الصواني الالامونيا بالنسبة بقى لتقطيع الكحكة زي ما بقولك كبيرة صغيرة ده حسب الرغبة انا بحب الكحكة الزبادي ده بحب اخليه حاجة كده السكمونس على الاخر بحب اخليه صغنان كده لان هو بيبقى ناعم جدا وبيدوب. اه فيدوبك الواحدة كده على قد البقى. عندك بقى ميزان وزينية عشان يبقوا كلهم الحبات اه معاكي نفس الحجم. او بعينك او ممكن تجيبي معلقة معيارية وتقطعي بيا علشان برضو توصلي اه لنفس الحجم. او تعملي زي كده اللوي. مفيش احلى من اللوي والحاجات قلة بالبركة. شايفين? وبضغط عليه بالطباعة. اهو. طبعا زي ما انتم شفتم معي انا ما استخدمتش خميرة ما استخدمتش اي نوع سوائل ولا ميا ولا لبن. وبجد هيطلع معنا تحفة جدا. مش بنسيب الكحة بتاعنا يخمر ولا يرتاح ولا ولا اي حاجة هو مسافة ما انت بتقطعي وتشكلي وتحطي في السواني والسجات والكلام ده وبيكون معنا ارتاح وزي الفل بتسخني الفرن على درجة حرارة اه عالية. يعني مية وتمانين مسلا لو فرنك درجات بتخليه على مية وتمانين وبتروح يمدخلها السوج على الرف اللي في النص. اه بعد عشر دقايق بتبدأي تقسمي النار شوية علشان دك احكي فاضي مش جوه حاجة عشان ينس كده من جوه ويستوي بتسيبه كمان من من خمس لتمن دقايق كمان بعد العشر دقايق على درجة مية واربعين مسلا. وبعد كده بتروحي مطلعة مش بتلميسيه خالص غير لما يبرد. عشان دك احكي ناعم ما تلميسيوش متحركوش من السواني والسجات بتاعته غير بعد كده عشر دقايق لما يطلع من الفرن. وهوريكم شكله بازن الله لما هيطلع معايا من الفرن. شايفين? آآ طبعا بيفضل محتفظ بالنقشة او بالرسمة او بالحاجة اللي انت شغالة بيها. كمان هعمل معاكم آآ ما ينفعش كحكي العيد خالص من غير ما ننقش الكحكي بالمنقش. فهعمل معاكم شوية بالمنقش. بالوقتي انا هعمل معاكم هنا شوية كده بالمنقش. ما عنديش غير المنقش المعوق ده. بس يلا هنشتغل بيه خلاص. اهو. جميلة جدا ما شاء الله والعجينة حلوة قوي. وريحته ما شاء الله جميلة. لو انتوا لاحظتم هنا انا ما استخدمتش اي رواقح يعني ولا ريحة مز ولا ريحة آآ آآ ورد ولا اي حاجة. لو انت حابة تستخدمي حاجات زي كده. آآ تمام آآ حطي. لكن انا بحب اعمل الكحك دوت عشان احنا بنكله مع الشاي. آآ بيبقى كده حلو جدا يعني بيبقى غني كده بالطعم والسمنة بتبقى جميلة وطبعا عشان انا احطى في نسبة من السمنة البلدي بيبقى حلو قوي. عايزة برضو تحشي اي حشوة عجوة آآ ملبن آآ عجمية اي حشوة آآ احشي. شايفين? العجينة حلوة قوي بس اهم حاجة تمسكي حتة العجينة وتلب فيها كويس بين كفين ايديكي كده لحد ما تبقى نعمة خلص ما فاش اي تشققات عشان لما يستوي الكحك بتاعك ما يبقاش مفتح آآ من فوق ولا في تشققات ولا اي حاجة. ويبقى شكله حلو جدا ومرسوم رسم كده اجمل من اللي بيشتروه من محلات الحلواني. طبعا انا نزلت معاكم كل وصفات العيد واي حاجة عايزينها انا تحت امركم واي حاجة نسيت اقولها لكم في المقدير او اي تفاصيل اسألوني عليها في التعليقات وانا بازن الله ارد عليك. انا بقى في الوقت دوت وانا وانا شغالة كده بقى بنقش على مهلي انا ولعت الفرن وزي ما قلت لكم كنت مسخناه ودخلت الحاجات اللي انا بدأت فيها الاول على الرف اللي في النص على درجة حرارة مية وتمانين وعشان انا عامل حبات الكحكي صغيرة يا جماعة بعد عشر دقايق ببص عليه لو آآ اللونه خلاص كده عجبني من فوق ومن تحت بطلعه بعد اتناشر خمستاشر دقيقة لو لسه حس ان هو لسه محتاج ان هو ياخد معايا لون كده آآ بس سيبه شوية وبيطلع معايا دهبي وبالشكل الجميل التحفة ده ما شاء الله عليه طبعا انا فتحت اللوش يا جماعة الشوية دخد معايا بالزبط تمنتاشر دقيقة تمنتاشر دقيقة عاشرة أآ على مية وتمانين والتمان دقيقة التانيين آآ أسمت النار للنص أنا فرني مش درجات أنا فرني عادية وبتولع من تحت بس آآ وزا ما بقول لكم ده سخمت الفرن ودخلته على الرف اللي في النص وبعدين لما لقيته خلاص بدأ إن هو يستوي وياخد لون من تحت آسامت النار للنص ويسيبته علشان ينست كويس ويبقى معاكي من جوة مستوي وزي الفل مايبقاش معاكي من جوه فيه حتة عجين ولا اي حاجة لو طلع معاكي مش مستوي من جوه لما يبرد وتيجي تكليه هيبقى فيه حتة ناشفة كده من جوه ومش هيبقى حلو وكمان يبقى سهل ان هو يبوز عايزة تطلعي الكحك افتح من كده تمام انت حرة بس كل ما بتديله اللون الدهبي الجميل ده بيديكي طعم اجمل وما بيتعبش المعدة وكمان ما بيبوص بسرعة يعني يقدر الكحك دوت احنا زي ما انتو شفتو احنا عملنا بسها من بردة فيقعد معاكي لحد ثلاث شهور مايحصلوش اي حاجة ويفضل برة التلاجة ومايحصلوش حاجة فما تحاوليش ان انت بتطلعي الكحكاية بيضة يعني بيضة بيضة ده كحك مش بتيفور ولا غريبة فخليه اللون يبقى ايه دهبي كده وجميل شايفين ما شاء الله الله اكبر الكحكاية ما تحرقتش يعني يا دوبك زادت حاجة بسيطة خالص ما تذكرش لكن النقشة بتاعتها بصوا حلوة قوي قوي حاجة كده يعني تحفل وما شاء الله نعم جدا جدا وفي نفس الوقت مش اللي هو نعم تنقليه تكسر لا هو بس بصوا انا هوريكم وانتو بقى ايه اشوفوا بنفسكم بصوا مش مستحمل لو بتحبيه اخشم من كده شوية شيلي الميت جرام اللي انا مزوداها فوق النص كيلو لكن لو بتحبيه اللي هو النواعم الجميل ده فاخليكي على نفس المقادير دي هنا احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا عايز اقول لكم بس على طريقة الحفظ بتحفظ الكحك في حاجة ألمونيا يكون ليها غطا أو علبة بلاستيك يكون ليها غطا وبتحطي كل الكمية وتقفلي عليها كويس طبعا بعد ما يبرد خالص بالنسبة للسكر انا ما بحبش هرش له سكر غير وقت الاكل على طول